إذن عندي المسألة 1.6 1.6 فيها الشكل التابع عندي شلفة المسألة 1.6 المسألة 1.7 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 هل من المنطق اللي أطرح 0.05 من هاي المسافة اللي هي المنطق تبعها 37 سنتيمتر عمليا راح أعتبره المنطق كمل هو فعليا راح يوقف هون راح يرد يستمر من هون لهاي المالكب ورح يكون في بينهم resist reluctance كده ولا قد الair gap اللي هي بسيها راح نهمل هاي ونهمل هاي راح ناخد المنطق هون والمنطق هون هالين المسافة تماروفة هلا في عنا fringing effect ايش اللي fringing effect نعندي الair gap لفلكس راح ياخد مساحة أوسع طبعا هادا بدرني ولا بنفعني هذا السؤال المهم بدر ليش بدر علي السوتة ايش بخبت بالزبط بقل بيقل عندي بي ليش لانه نفس الفلكس عم بقسمه على ايريا اكبر اوكي واضح الاريا فعليا هون صارت اكبر فنفس الفلكس الامار هون مش هو نفس الفلكس الامار هون مش نفس الفلكس الامار هون فصارت عندي نفس فاقي عمالي بقسمها فالماجنتيك فلكس دنسيت راح تكون اقل شوي هون منها وعادة اذا هذا محرك راح يكون عنده ممكن يكون عندي فيه هذا الفراغ هو السلك اللي عمالي بعمل عليه الفورس او الدور اذا راح نفترض انه الفرنجينج الزيادة في المساحة مقدارها خمسة بالمية اذا الفرنجينج افكت راح يؤدي لزيادة خمسة بالمية بالمساحة فراح اضرب المساحة تبعت هذا الفيس الوجه هذا اللي موجود هون راح اضرب هاي المساحة بخمسة بالمية عشان اخذ بعين اعتبار المساحة تبعت اللي عندي الارقاء المساحة اللي اللي فلكس بتحرك عندها عند الارقاء حكينا اربعمية تر عندي ميو ريليتف راح تساوي الفين طبعا ميو ريليتف للمين ميو طبعا للفريس بيس راح تكون ميو نور اربعة طيب times 10 to the minus 7 ايش الوعدة هنريز بيرميتر بيرميتر علي صوتك انا ما كبست الهاي كبستها عم بسجل ايش في عنا اشياء نواقص تانية اذا عندي هاي الارقاء موجودة 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 عدد موجود هلا المطلوب بدنا لاقي في كل واحدة من الارقاء هلا هون راضح اندي انه هذا مش متماثل مع هذا للأسف انه كل شيء متماثل الا فتحة الارقاء وتذكروا حكينا مبارح شو راح تكون عفكرة على الارقاء هاي غير الفلكس ايش راح تكون على الارقاء فورس هدول التنين راح يحاول يجذبوا بعض فرح يكون عندي فورس بس احنا المفروض ان الفورس يكون ضعيفة لدرجة انه هذا ما يأثر عليه بس في فورس شفتوا الجهاز اللي فرجيتكم يا مبارح كيف نجذب بالاخر في ايرقاب كان ولينبعد الايز التنتين عن بعض كان ايش الزنبرق ولما مر عندي تيار وتكون صار فورس على الارقاب وسكر هون هاي ما راح يصير في مازو راح يصير في فورس كفاية بحيث ان هذي ماثل في القطعة هايدي موجودة في ايرستيف اذا راح نسمي هدول راح نسمي الرفت هاند كورشن راح نسميها راح نسميها فهاد وهاد وهاد راح اسميهم راح اسميهم الـ AirGap هاي راح اسميها R2 راح doe عندي R3 والـ RightHand Portion راح نسميها R3 والـ AirGap l'aghre all the yemil راح أسميها R4 ايشcznie عندي? تيه طبعا هون ميت ours هاة هاغي راح نسميها R4 فصار عندي الان رح يكون هادا المسار هو ابار عن R3 زائد R4 R1 زائد R2 parallel هاد مع هاد بطلع معي R equivalent وإن سيريز مع R5 فإحنا ميقول إنه R total أو equivalent يتساوي R5 in series مع الparallel combination the R1 زائد R2 وR3 زائد R4 فعندي هون راح يكون R1 زائد R2 in parallel مع R3 زائد R4 R1 زائد R2 زائد R3 زائد R5 الكل فاهم هاي من ميلي جات؟ من المقاومات لما أخذتوه في المقاومات زائد مقاومات كهربائية R1 parallel مع R2 ساوي R1 زائد R1 R2 على R1 زائد R2 وإزا أخذتوها نفس اللي إحنا وان عم نطبط من نفس الطريقة من نطبطها إذن هلا هادة اللي أحسب R1 وR2 R3 وR4 هتعوض هون أعوض هادي ناخد المين باث قديش المين باث مثلاً بR1 راح يكون عندي المسافة هاي اللي هي نص السبعة زائد 30 ونص السبعة نص السبعة ونص السبعة سبعة وثلاثين هاي سبعة وثلاثين فرح يكون عندي هلا هون R1 بتذكر ما هاي بتساوي L على ميو ميو R في ميو نود في 8 رح تكون L على ميو نود في ميو R في 8 L بتساوي 0.37 زائد هادي هادي هون رح نهمل هاي مسافة فرح تكون دي نفس الإشي مش هيك 37 وهون كمان 37 فبقزين دي 0.37 زائد 0.37 على ميو نود 14 5 10 to the minus 7 ميو رالتف الفين. والاريا. الدبس عندي سبعة. والثيكنس سبعة مش هيك. سبعة سمتليتر تربيع. بس لازم احولها الى امتار. هاي بل تحولوا الى امتار. اه? بطلع معي قيمة R1. 90.1. وتذكر الوحدات قلنا باريح عن نحن. اقام بار ترم. ما شهن. نحن لكل فهم كيف هاي حسبناها. ليش ما اطرحنا هادا ال Point O7. اطرح Point O7 عالمية من Point 3 7 مش راح افرش القيمة هاي موجودة القيمة المصفة بموجودها، إذن هلا عندي هلا كمان R2 هلا الاختلاف يصير بR2L اللي هي 0.07 0.07 سنتيمتر هل بتكون اندي 0.07 على ميو باخد بس ميو نو 4.5 10 to the minus 7 ويندي الارا هلا الارا ما رح تكون سبعة في سبعة لازم أضروبها فين 1.05 فتضروب في 1.05 عشان وهاي بتكون 0.07 في 0.07 فبطلع معي R2 قيمتها حتى بلا يتأكد من الأبقام بلاش أكون أنا نائل 108.3 كيلو أمبير ويبر مينس 1 فتضروب نعم تضروب هايا هيا با هي الارا تحت مش فوق هاي الارا مش الاريا فالارا ضربتها في قيمة كبرة نضبوط انت بتفكر حمالك انو الارا فوق الارا تحت بعدين عندي R3 رح يكون مساوي لR1 فFR3 بطلع معي نفس الاشي 90.1 كيلو أمپير تسلا رويب راح تقول نفس رويب بس الافتلاف انه بضرب في 0.05 رابطلع معي 77 0.3 كيلو أمپير ترم رويب منص منص 1 واخر اشي R5 نفس الاشي الشيك 37 والكروس سكشن ليري سبعة في سبعة والمتيري لنفسها من هون فرح تكون عندي R5 بدا تساوي length 0.37 عندي هون 2000 في أربعة قاية 10 to the minus 7 والأيري راح تكون 0.07 تربية رابطلع معي R5 30 كيلو أمپير ترم وينترم صار عندي هلأ R5 هلأ بعوض R5 زائد حاصل ضرب هدول التنين يبدأ جمع R1 زائد R2 R3 زائد R4 هاي صارت كلها مجموح هدول مع مجموح هدول لأنه هادي صارت كأنها دا تذكر مباري حطينا أو الأنالوجي هاي مش مساوية إلها شو ما نقول هاي مكافئة أو مشابهة شبيهة analogous هاي عندي هذا مشبه الممف هاي بتشبه R رح يتوزع الكرنت هون مش فيه كرنت هون هذا الكرنت رح توزع جزء منه هون جزء منه هون إيش القانون اللي بس تعملو إيش اسمو كي سي أل أو كي سي أل كير شوف كرنت لو ورح يصير فيه عندي كرنت ديفيجن الكرنت رح يتوزع بشكل عكسي لأ فالكرنت الأعلى رح يروح في المقامة إذا نصار عندي هلأ R توتل رح يساوي بطلع معنا R توتل 120.8 كيلو أمتير 10 ويبا ماينوس 1 هلأ شو بعمل إيش برضو ما طلع فاي أي فاي هذا يعني هذا طبعا رح يكون فاي لماشي هون رح يتوزع إلى فاي 1 وفاي 2 مصبوط إذن لحسبته أنا ميد يرجع للدائرة هاي هاي كأني أخدت المقامة هاي وجمعت ودمجت مع المقاومة هاي الكرنت اللي بحسب أي كرنت الكرنت اللي مار هون طي بعد ليه بدي أسم هذا الكرنت لهون لهون لأفسر إشي فاي اللي موجود هون رح سب فاي اللي ماشي هاي اللي هي الفاي توتل والفاي توتل هتوزع لفاي 1 وفاي 2 إذن فاي بتطلع معي هون عندي المف إيش المف على ها ها هاي اللي هي أمفر تان اللي هي 400 في واحد مش هيك عندي واحد أمفر و400 رح تكون هاي 400 أمفر تان على 120.8 times 10 ما تنسى التلاتة اللي هون بتطلع ملي ملي ويفر مش هيك فعند 0.0033 0.033 ويفر أو واحد تنين ثلات 3.3 طبعا ملي ويفر بيبين قليل بس قول بي بكون عالي ليش من الكروس سيكشن الاريا تكون قليل رح مش رح أطلع حتى أطلع الماكني تكفل إذن هذا أول جزء من هذا السؤال طلعنا phi total